هناك من يتداول بأن هذا الابتلاء هو من علامات الساعة الكبرى هل هذا الكلام صحيح؟ خصوصاً يستدل بأن الحرم لن يصلي فيه أحد ويمكن يصلك هذا الأمر تتداول بين الناس ولا تنسى أن الناس بسطاء هو قضية الإشاعات هذه مشكلة ولن تتوقف وهنا تقريباً يوبياً تينة صلاة أو رسائل أو كذا أحاديث موضوعة قصص مكذوبة فرصة للناس أنها تنشرها نعم للأسف وكما قال الإمام الدهبي رحمة الله تعالى ما أسرع الناس إلى البدعة يعني سبحان الله يعني فيه تشعي داخلي عندنا فلذلك الأصل مثل هذه الأمو يرجع فيها لأهل العلم وعلامات الساعة الكبرى معروفة عند أهل العلم كلهم يعني أمر مجمع عليه تقريباً إلا في علامة واحدة طيب فهي قضية المهدي هل هو من علامات الساعة الكبرى ومن علامات الساعة الصغرى مقارنة مع الريح التي تقبض أرواح المؤمنين فقضية أنها من علامات الساعة الكبرى مصيبة هذه لا أحد قال بها من أهلهم أبداً أبداً وإنما هي قد تكون معلمات الساعة الصغرى لا أيضاً لا أذكر أنها فيها حديثة لا هم استشهدوا بأن الحرم لا أحد يصلي فيه وأنها أغلقت أبوابها الحرم مرت عليها فترات أيضاً لا أحد صلى فيه لما جاء القرامطة وقتلوا الحجاج وأخذوا الحجر الأسود أيضاً مرت فترة لا أحد يصلي فيه منعوا الناس من الدخول إلى الحرم لكن هذا هو سيأتي يوم يأتي ذو السويقتين ويهدم الكعبة حجراً حجراً كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه من علامات الساعة أن تهدم الكعبة أما قضيتنا ما سيصلي فيه لهذه الظروف هذه ليست من علامات الساعة لكن على كل حال الساعة قريبة وساعة كل إنسان وفاته صحيح كل إنسان إذا جاءته ساعته أنتهى الأمر فلذلك الإنسان لا يعلق الأمور على مثل هذه الأشياء أنها علامة للساعة علامة للساعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل بو عثت و أنا و الساعة كهاتي و الله سبحانه وتعالى يقول في كتابي العزيز اقتربت الساعة و انشق القمر صحيح فالساعة غريبة لا شك في هذا لكن القصد أن متى تأتينا العلمها عند الله تبارك و تعالى حتى تنزل أو تتحقق جميع علاماتها الصغرى ثم تأتي العامات الكبرى يالله تكون الساعة الله مستهى عسى الله يسلمنا اللهم آمين آمين